اشتركوا في القناة سجلت مملكة البحرين إنجازا تاريخيا لسبعة أعوام متتالية ضمن الفئة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية حول مكافحة الإتجار بالأشخاص لعام 2024 بما يعكس فعالية الجهود المبذولة للمملكة والتزامها بمكافحة كافة أشكال جريمة الإتجار بالأشخاص الحقيقة ساهم هذا الإنجاز في تعزيز مكانة البحرين دوليا وأقليميا ويأتي ذلك بسبب حرص البحرين الحقيقة وهتمامها البالغ في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة الصعود وخاصة في مجال التجار بالبشر التي أصبحت البحرين الحقيقة نموذج وأصبحت الحقيقة قصة نجاح يحتذى فيها في جميع الدول وخاصة دول الجوار الحقيقة أن وزارة الخارجية تشرف وباهتمام على إدارة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للعوام 2022-2026 كذلك إنشاء نيابة للتجار بالأشخاص كان لها دور كبير كذلك في تحقيق هذا المركز المتقدم بالإضافة إلى ما تقوم به وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة للتجار بالأشخاص من دور كبير لمكافحة الجريمة والتحري عنها والحصول على الأدلة الكافية لارتكاب الجريمة من أجل تقديمها للنيابة العامة التي بدورها تقدم المتهمين والجناء إلى المحكمة المختصة ما يميز تجربة مملكة البحرين هو وجود منظومة عمل متكاملة وبرامج مستدامة حيث تبدأ من توفير الوقاية والحماية للعامل بمجرد وصوله إلى البلاد وتستمران طوال فترة بقاءة في المملكة وذلك من خلال التوعية بمختلف أنواعها ووسائلها وأيضا من خلال الحملات التفتيشية التي تستهدف رصد وتوثيق الممارسات في بيئة العمل بشتى أنواعها وإلى جانب الوقاية والحماية عملت المملكة على الارتقاء بكافة أجهزتها في التحقيق والمقاضات حيث يتم العمل بصورة متكاملة ومنظمة للرصد الاستباقي للضحايا والضحايا المحتملين لهذه الجريمة ومتابعة الحالات عبر نظام الحالة الوطني وصولا إلى مرحلة التقاضي ومن ثم محاسبة الجناء وإنصاف الضحايا إن هذا الإنجاز ما هو إلا محصلة لجهود وطنية شاركت فيها إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة التي تقوم بإنفاذ القانون وتوعية المجتمع بأخطار هذه الجريمة إن إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تواصل جهودها في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر منذ صدور الغانون رغموحة لسنة 2008 بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص فورة تلقي البلاغ عن الجريمة تقوم الإدارة بعض خطة لعملية سرعة استجابة وتحرير الضحايا وعمل التحريات اللازمة وجمع الأدلة والقبض على المتهمين واستكمال ملف القضية وإحالاتها للنياب العامة وقد قامت الإدارة معخرا بإطلاق البريد الإلكتروني الخاص بها 555.interior.gov.ph وذلك لاستدام البلاغات إلكترونيا ولتفعيل الشراكة المجتمعية إلى جانب الاستمرار في العمل بالخط الساخن 555 من أجل مكافحة هذه الجريمة كما وتحظى هذه الجهود الدعوبة في هذا المجال بإشادة وتقدير كبيرين على مستوى الدول والمنظمات الدولية المعنية في التصدي لتلك الجريمة التي تنكرها جميع الأعراف الدولية والأليان السماوية حافظت مملكة البحرين على موقعها الريادي وهو ما يشكل شهادة قوية على تثاني البحرين في مواصلة تحقيق أعلى المعايير في القضاء ودعم ضحايا هذه الجريمة لذا فكوننا نمثل المنظمة الدولية للهجرة فإننا فخورون جدا بشراكتنا مع الحكومة بما في ذلك وزارة الداخلية وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وإنه من خلال هذا التعاون فقد لمسنا نتائج مبهرة وسأذكر منها مثالا واحدا وهو أنه من خلال المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الإتجار بالأشخاص قمنا بطرح تدريبات متخصصة لمجموعات مختلفة من العاملين في الصفوف الأمامية بما في ذلك منتسبي ومسؤولي وزارة الداخلية تقديرا للدور الحاسم الذي يلعبونه في هذه العملية البحرين فتح بابها للجميع الكل يينهال من خير البحرين الكل يعمل معا في نسيق واحد وبخط واحد لإنجاح عملية مكافحة الإتجار بالأشخاص هذا وتسعى وزارة الداخلية مع الجهات المعنية إلى خلق المبادرات والبرامج من خلال الجهود المستدامة والثقة الدولية في مساع البحرين للتصدي لهذه الممارسات لمجتمع خال من الإتجار في الأشخاص